عسلام ومرحبا بكم وإهداء مهدي يحييكم ومرحبا بكم على قناة سبوري نيوز هاش ام أخبار ترجي رادي تونسي تحذير لروديغيز ومعلول يوريد بن حمودة تتواصل تحذيرات الترجي برصيد بشري منقوص إذا العدم اكتمال النصاب من جهة وعدم دعوة عديد اللاعبين اللي وضعهم لطار الفني على قيمة المغادرين من جهة ثانية ومع تواصل التحذيرات يتواصل الغلايا في سهول جماعير اللي كانت تمنين نفس بميركاتو من الطراز العالي نظرا لريهانات الترجي في الموسم الجديد اللي باش تكون على خمس وجهات إدارة الترجي اكتفت إلى حد الآن بأربعة انتدابات لم ترتقي لمستوى تطلوعات بالتعاقد مع بشير بن سعيد ويوسف العبدالي وأيمن بن محمد وحمزة الجلاسي ويتواصل المستوى المهاجمة البرازيلي رودريغيز مع الترجي الرياضي فاللاعب لم يعد إلى حد لأنه مباشرة التمارين مع المجموعة رغم أنه الهيئة أرسلت لهو تذكيرت الطائرة وإشعارا بضرورة العودة عديد المصادر تؤكد أنه هناك إشكال بين الترجي ومواجم ونهداف لسجل عشر أداف في الموسم المنقضي فاللاعب عبر عن رغبته في عدم العودة مع وجود اتصالات مع فريق برازيلي من جهة ورغبة اللعب بتحريض من زوجته بعدم العودة إلى تونس ورغم أنه زميله برازيلي يانسى سعادة أولا لأن رودريغيز لم يحسم الأمر إلى حد الآن وهو لاعب رحالة لا يريد الاستمرار مع نفس الفريق ومسيرته تثبت أنه لم يعمر أكثر من موسم واحد مع الفرق للعب معها إدارة الترجي تعاملت بحزم مع لعبها وأشعرته بضرورة العودة وجلوز مع رئيس النادي للأتفاق حول مستقبله مع الأحمر والأصفر وتفيد آخر المعطيات أنه إدارة الترجي حددت يوم الجمعة القادم كآخر أجل اللاعب للعودة إلى حديقة باء أو تعرض إلى عقوبات ستتخذها بشأن اللجنة القنونية أكدت فريس وحفهم جنوب أفريقيا أن الترجي يخترب من حسم صفقة جناح إلياس مكوينا قادما من نادي السيخ الخوني جنوب أفريقي اللاعب اللي يبلغ من العمر 24 سنة وكان محل منافسة بينما ميلو دي سانداونز وكايزر تشيبز لكن يبدو أن الجماعير تعرض هذا الانتداب نظرا لتواضع مستوى اللاعب في السنة الأخيرة من جهة ورغبة الجامعة في التعافض مع اللاعبين يكون لهم القدر على تقديم الإضافة مباشرة من أجل عدم تكرار أفطاء الموسم الفارطة من خلال تنديس اللاعبين ثم تفريد فيهم بعد فشلهم انتداب الترجي للمواجهة من يوصف العبدالي وفي الحقيقة تمهيد لفروش محمد علي بن حمودة أنه بات مرفوض رفضا قطعيا من جماعير الترجي بعد فشل الذريع في الموسم الفارط بعض الأخبار تفيد أن بن حمودة تلقى عرضا من اتحاد العاصمة الجزائري اللي تعافض منذ أيام قليلة مع المدرب نبيل معلول عروضة عربية بالجملة لبوغر أكد وكيل أعمال أسامة بوغر أنه لعبه قد تلقى دعوة لسئنف تمارين مع الفريق الثاني لترجي رياضي يوم 22 جويلة جيري وأوضح وكيل بوغر أنه مواطله قد تلقى عديد العروض الخارجية اللي قد يتم الحسن بجأنها سريعة خاصة أن الموسم الجديد شارف على الانطلاق وأشار في ذات السياق إلى أن بوغر تلقى فعلا اتصالات مسؤولين في الودادة المغربي فضلا عن اتصالات أخرى من دور المصري ومن السعودية أيضا مختلما لحديثه بأن الحسن بشأنها سيكون في الساعات القادمة فوزي البنزارتي يرفض مادة نفطي ويطلب الحرية في اختيار مساعده علمنا أنه الناخب الوطني فوزي البنزارتي قد أبلغ رئيس الجامعة المؤقت وصف جليل بعد مرافقته في العمل إلى جانب مهدي نفطي اللي يعيله المكتب الجامعي كمساعد له وبحسب ما أكدته مصادر خاصة فأنه البنزارتي قد أعلم جليل أنه لن يقبل بأن يكون مساعد مهدي نفطي وذلك مخافة تتكرار سيناريو مياري كانزاري في تجربته الأخيرة ويعد البنزارتي أنه اختيار النفطي كان مدروسا من مكتب الجامعي تمهيدا ليأخذ مكانه مع أول منعرج وما جعله يستبق الأمور ويفض أن يعمل إلى جانبه وطلب الناخب الوطني أن يختار مساعده بنفسه خصوصا أن كل مدربي العالم للأنديا أو متخبات لا يعملون إلا مع مساعدين يختارونهم بأنفسهم وينبئ موقف البنزارتي بسرع مرتقب بينه وبين وصف جليل لأنضع عفض مثل السنوات مع النفطي مع وعود بتمكنه مرقية النصور في مرحلة لأحقار ويخشل الفني العجوز أن تتأزم على يخطب المنتخب من جديد حيث كانت تجربة سابقة غير موفقة حيث تنتهي مسيرته بنفس سرعة التعاقد معه ومن الأخبار الرائشة توا ومؤكدة بنسبة كبيرة يعني أن المكتب الجامعي بشي تخنى عن فوز البنزارتي وسيتم تعيين مهدي النفطي كمدرب أول للمنتخب الوطني قضية رودينغيز ملف الاستشهار والانتدابات أسبوع حاسم في الترشي تنتظر جمهيرا الأحمر والأصفر بفارغ الصبر مفاجئات هيئة المدب بعد أن تعطلت الانتدابات خلال الفترة الماضية اللي اكتفى خلالها تراجي بأربع صفقات لم ترتقي لمستوى المحاطة المنتظرة وهم بشير بن سعيد حمد جازلاسي يوسف العبداليو أمام المحمد التراجي كان قد أعلن أنه ينتظر علينا رفع عقوبة المنع من الانتداب بسبب مستحقات إولاء والتي تم رفعها والجمهور في انتظار انتدابات من الحجم السخيل يبدو أن ملف المواجن برازيلي رودريغو رودينغيز سيشى تصعيدها خلال الأيام القادمة كما قلنا بعد ما تثبث اللاعب مغفو والبقاء في بلاده وعدم استجابة لدعوة تراجي رادي تونسي لاتحاف التمارين رودريغيز اللي اتأخرت عوده والتراجي يحاول بكل الطرق الودية من أجل استدراجه للعودة ثم اتخاذ إجراءات القناة متابعة لحفظ حقوق النادي بأنه ارتباطه بالفريق لمدة موسمين آخرين اخر المواطيين تفيد أنه فريق فيتوريا البرازيلي مثبت بيروديغيز وعطى عرض 900 ألف دولار للتراجي واللي رفضته لإدارة وطالبت بي مليون وخمسمائة ألف دولار من أجل تفريد فيه التراجي منح مؤلاء إضافية للناعب لكنه في الوقت نفسه أعد الملف المتكاملا لرافعه للاتحاد دولي وقت الحاجة استأنف التراجي تحضيرات الموسم الجديد منذ بداية شهر جوليا ورغم رئى ناجل عددة منتظرة وخاصة المونديال الأندية والسوبر نيج للفريق وربيد الأبطال إلا أن الغموط ستكون محيطة النادي لأمر الذي يفتح الأبواب للتأويلات وجعلها على جميع التراجي في حيرة حول مستقبل فريقها ويبدو أنه الأسبوع لحالي سيكون حاصل التراجي على مستوى الانتدابات ينتظر أن تعلم نهاية المدب عن أربعة انتدابات جديدة من أعلى طراز وما يؤكد مرة أخرى أن التراجي يتفاوض مع اللاعبين في السرية التامة ويكون إعلان عن انتدابات فقط بعض التوقيع سيعلم الفريق كذلك عن التعافي مع مستشار كبير في صفقه الأكبر في تاريخ النادي وتدرك إدارة فريق وبشويقة حجمة تحديدة منتظرة في موسم المونديال الأمر اللي يجعلها تتريذ قبل اتخاذ أي خطوة فهل تصدق عود الفريق الجمعية قبل أكثر من 70 هدف في الدوري السعودي عودة دحمان تقسم أحباء النادي السفقسي بعد فسخ عقده مع نادي الحزم السعودي ثلاثة شرب احترافية فاشلة على كل الأصعدة مع مغادرة الحزم لدولي روشن إثر احتلالي المركز الأخير في الترتيب في الموسم الماضي إلى شأنه بقبل الفريق ما يزيد عن 70 هدف في الشباك في البطولة فحسب تعالت أصوات بعض الأحباء منادية بعودة الحارس أيمن دحمان إلى مهده الأصلي النادي الرياضي السفقسي وهو ما حصل بعد توقيع يعني عقد لمدة ثلاثة سنوات وتجدر الإشارة إلى أنه مسألة عودة دحمان إلى الأبيض والأسود انقسمت بشأن أراء الأحباء بين مرحب ورفض حيث أعتبر أي دون أن وجود دحمان يمكن أن يخول الفريق اكتساب حارسين بنفس القيمة وبعث رسائل طبقنا إلى عارين النادي بما تبر كثيرون أن عودة دحمان تشكل انتكسب العودة إلى الوراء على أساس أن هذا الحارس رفض طيلة الموسمين سبقاين تبديد عقل مع جمعية رغم العرض المالي المغري اللي تم تقديمه بمليار ونصف لموسمين ثم غادر إلى الحزم السعودي بعد أصبح أورنم في الانتقال إذن نهاية مفرور عقده القديم ومدون أن ينتفع النادي سفقسي بأي مقابل مادي وهو لصناع دحمان ومنف الأموال والشعر والبروز والانتمائي لمتخب الوطني كحارس أول يعني بعض الأخبار أنه دحمان دخل عن مبلغ مالية هامة لفائدة النادي السفقسي واشترط على الحزم أنه يقدم يعني مبلغ هامة مالي محترمة لنادي السفقسي وذلك لإنارة الرأي العام وهذه هي كانت المفاهمة بين النادي السفقسي والحارس أيمن دحمان عبر هؤلاء عن مخاوفهم من إمكانية أن تتصدع أجواء حجرة الملابس متى تحق أيمن دحمان بالتدريبات لسيما وأنه صبري بن حسن قبل البلاء الحسن وعطى للنادي بلا حساب ومن دون أي اشتراطات كما أنه صبر كثيرا على بقاءه بعيدا عن تشكيله وهو يستحقها من ناحية أخرى عبر عديد الأحباء نادي السفقسي عن رغبتهم فأن يكون الحارس صبري بالحسن هو قائد الفريق لسيما وأنه لم يتكبر على النادي وبدأ مثاليا في التعامل مع مهدي الأصلي حتى بفترة تبتعاده عن الشباة كما أنه يحسن تواصل مع زمالي أبر الخط الخلفي وتوجيههم فوق الميدان دحمان صراحة هو قيمة ثابتة رغم كل شيء ولكن للأسف في تجربة الاحترافية كانت فاشتا بحكم أنه العب مع فريق دفاعه كان ضعيف للأسف يعني تحمل المسئولية دحمان يقبوله أكثر من 70 هدف نتصور أنه بشي قادم الإضافة للنادي السفيقسي فحظ موافق لدحمان ولكل يعني يعني لعبي النادي السفيقسي ولصبري بالحسن والمنافسة طيبة وكلها في مصلحة الفريق هيشان باكار بين سيسكا موسكو و بيراميدزا علمنا أنه سيسكا الروسي قد جدد رغبته في انتداب المدفع الشاب للاتحاد المنسيري هيشان باكار وأنه قدم عرضة في المفاوضات التي تفتحت بين الجانبين قدرت بـ 400 ألف دولار مؤكدا موراء ذلك رغبته في الظفر بخدمات هذا اللاعب وما يذكر هو أن ممثلا عن فريق الروسي تابع رفقة اللاعب السابق مروي انتاج من قريب اللاعب هيشان باكار في مقابلة نصف نيائي كأس اليوم 23 جوان منقضي بين فريق المونسير والنادي الافريقي وبالتزام مع فتح المفاوضات بين الطرفين فقد أعرب نادي بيراميدزا المصري علمته بصفة رسمية في انتداب نفس اللاعب كما تشير المعطيات التي توفرت لدينا بأنه هيئة سيرية لنادي عاصمة ريباط بصد دراسة كلا العرضين ومن المنتظر أن تتضح الأمور الرسمية في شأن الوجهة الجديدة والثانية لهذا اللاعب اللي كان برز بصفة خاصة في الموسمين المنقضيين مع التأكيد لثراء مؤهلاته فنية وأيضا لثيطه في نفسه مع العلم أنه أمير حيزن رئيس اللجنة السيرية قد أعلن في وقت سابق بأنه الهيئة لن تفرد في أي لعب إلا عند توفر عرضا مالي ريت ماشا وقيمة اللاعب وأيضا مع ضمان مستقبل الكوروي